موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة الندي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المنديال زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله بعد بكرة هتبدأ مباراة هامة جدا نصف نهائي كأس العالم للمنديال النادي الأهلي يلاقي النادي الأهلي بطل أفريقيا يلاقي نادي بايرنم يونيخ بطل القارة الأوروبية كأس العالم معمول علشان أبطال القارات يلعبوا مع بعض كأس العالم للأندية معمول علشان كل بطل قارة يلعب ضد البطل القارة الأخرى في مكان واحد زي ما حضراتكم أو أنا اتكلمت في هذا الموضوع قبل كده فكلنا سعداء كلنا فرحانين كلنا مبسوطين ولكن السؤال الأهم أو السؤال اللي كل ما بقى ماشي في حتة الناس بتسألني عنه وإحنا هنعمل لها كابتال إسلام هل النادي الأهلي يستطيع أن يجاري بايرنم يونيخ خلينا نبقى متفقين أن هناك فارق ما بين نادي بايرنم يونيخ والنادي الأهلي فارق في مهارات اللاعبين فارق في النواحي المادية فارق في حاجات كتيرة جدا جدا نتكلم عنها وأنا دايما ببقى سعيد الناس بتقولي أنت لما بتيجي تتكلم في الحاجات دي لا بالعكس أنا ببقى سعيد لأنه أن تلاقي أن يلاقي بطل قارة أفريقيا نادي الأهلي بطل القارة الأوروبية وبطل العالم لأنه كسب تقريبا كل الفرق الكبيرة جدا أعتقد أن ده شيء جيد جدا أن أنت تبقى بالنسبة لك هذه المباراة من المباريات التاريخية في تاريخ كل لعب في تاريخ كل لعب يعني إحنا الغاية دلوقتي ومبارح كان معايا كابتن شريف عبد المنعم كنت بتكلم معايا عن مباراة باير ديميونيخ 77 في سنة 1977 لما النادي الأهلي يكسب باير ديميونيخ 2-1 كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمود الخطيب أحرز هدفي هذا اللقاء فالحاجات دي بتظل في التاريخ ودي كانت مباراة والدية اللي في 77 ما بالحضراتكم أن أنت بكرة حتلعب مباراة رسمية ومهمة جدا 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 في نصف نهائي كأس العالم للأندية ولكن أرجع مرة أخرى للسؤال هل النادي الأهلي يستطيع مجارات باير ديميونيخ؟ الحقيقة السؤال ده بالنسبة لي لما بسمعه ببقى متنرفس جدا وببقى متغاز جدا لأنه النادي الأهلي يستطيع أن يجاري أي فريق في العالم آه هم أحسن في المهارات آه هم أحسن في النواحي المادية آه هم أحسن في البنية التحتية والإنشائية عمرنا ما حنبقى مكسوفين وإحنا بنقول هذا الكلام لأن هذه هي الحقيقة ولكن هناك فارق وحيد هناك فارق وحيد كلنا لما بديجي نتكلم عنه إحنا كأهلوية الأهلوية لما بيجوا يتكلموا عن الفارق ده يقولك إيه؟ يقولك يا عم أنتوا بتتكلموا أي كلام لما بعد من لا يشجع ندل قال يقولك أنتوا بتتكلموا أي كلام الفارق الوحيد ده وهو روح الفانيلا الحمرة روح عائلة الاهلي هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر هو ده الفارق ما بين جمهور الاهلي واي جمهور التاني لما اجي اتكلم انا هنا بوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي مش بوجه كلامي للبعض اللي ما بيشجعش النادي الاهلي لا انا بوجه كلامي لجمهور النادي الاهلي انتو بس اللي حاسين باللي انا بقوله انتو بس اللي عارفين اللي انا بقوله عارفين يعني ايه روح الفانيلا الحمرة انتوا بس اللي عارفين الكلام ده الباقي يقضي يقولك يا عم انتوا بتقولوا شعرات انتوا بتقولوا اي كلام لمجرد ان انتوا بس تطلعوا تتكلموا مع الجمهور لا حضرتك ما تعرفش يعني ايه روح الفانيلا الحمرة اي حد يعني انا مش بتكلم على حد معين انا بتكلم ان جمهور الاهلي بس هو اللي يعرف يعني ايه روح الفانيلا الحمرة روح الفانيلا الحمرة هي الفارق ما بين النادي الاهلي مش باير نميونخ بقى واي نادي اخر العمين اللي موجودين دول عارفين قد ايه ان هم نفسهم يكسبوا هذه المباراة انت بتقول يا اسلام هتكسب باير نميونخ اه اكسب باير نميونخ هو فيه يا جماعة عادي جدا على فكرة ممكن اتغلب وممكن اكسب هي كرة القدم وانت داخل اي مباراة بيبقى فيها تلات نتائج بس ماينفعش يبقوا حاجة ربعة يا مكسب يا تعادل يا هزيمة يا مكسب يا تعادل يا هزيمة المباراة بتاعت بعد بكرة ان شاء الله يا مكسب يا خسارة بس مافعش تعادل فطالما الموضوع كده انا تعودت جوا النادي الاهلي وتعلمت جوا النادي الاهلي هذا الموضوع ان انا هلعب باير نميونخ هعمل حسابي ان انا هلعب باير نميونخ كل واحد من اللاعبين اللي موجودين او اللي حيبدأوا المباراة حيبقى عامل حسابه على اللاعب اللي حيلعب قدامه وكل شيء ولكن أنا نازل أكسب أنا نازل أكسب مش بهار يعني أنا عايز الموضوع ده يوصل بقى لبعض من لا يشجع نادي الأهلي كمان عشان تعرفوا الفرق بس ما بين نادي الأهلي وأي نادي تاني هو ده اللي أنا عايز أوصله ممكن نكسب وممكن نتغلب كرة القدم كده محدش يقعد يقول لي أسليحنا حنتغلب كتير حنكسب كتير لا ولا حنتغلب كتير ولا حنكسب محدش عارف إيه اللي حيحصل ولكن الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها والحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها ان كل جمهور النادي الأهلي حيوقف ورا فريقه وحيوقف ورا الحداشر اللي بيلعبه وحيوقف ورا الخمسة اللي حيغيرهم مسماني في المباراة دي هو ده اللي أنا عارفه واللي أنا عارفه برضو ان كل اللاعبين اللي موجودين حيموتوا نفسهم في الملعب عشان يقدروا يكسبوا يكسبوا هذه المباراة ان انت تبقى عايز تكسب حاجة والمباراة نفسها تبقى حاجة ممكن تبقى حاجة تانية خالص ولكن زي ما قلت لحضراتكم الفارق كبير جدا ما بين روح الفنينلا الحمرة واي حاجة تانية